القصة ديال الليلة يا سادة يا كرام مولتها غادي ترسلها ليا في شهر ثمانية في البداية ديالها كتقول يا بلي أنه كانت منى تعجبك لأنه فيها بزاف ديال أمل وديال تشجيح لأي أنت أو لأي مرأة أو لأي أم باش أنها تكون قوية وما تتسلمش لأي عقبة تضفت معها فطريقة لكن البارح فاش بديت الكتابة ديال هاد الحكاية غادي تغير للمجرى نهائي ديال هاد الحكاية اللي استمعتني واللي ما كنتش منتظرها وكنت بحالي بحالكم كانت لنا واحد نهاية اللي هي إيجابية واللي غادي نخليكم ديال باشأنكم تكتشفوها الليلة معي جميع سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتمنى لكم تكونوا بإخير وإلى خير مركماني وأحوالكم طيبة اللي مؤنية ديالكم عادت إليكم من جديد كيف العادة فقبل ما بدأوا في حكاية الليلة ما نتوش أنكم اضغطوا على زر الإعجاب بالتحلي ما سيكلفكم حتى شي مجهود وخليني نقول لكم بسم الله يلا لنبدأ كتقول صاحب الحكاية أنا سلوى وعندي شك أنني نتعرف شكون أنا من أصدقاء وأقارب ولكن ما عندي ما ندير أنا مضطرة باش أنني نحكي القصة ديالي للعبرة غادي نبدأ لكم بجدي وبجداتي اللي كانوا مزوجين ولكن ما كانوش منفاهمين منذ البدايات ديالهم الأم ديالي غادي تكبر وسط وسط لكل مشاكل وصداع لا هي ولا خطا ولكن ذاك شي ما خلته شي أثر عليها لأنه كانت قوية بزاف ومشا التعلمات بزاف ديال الأعمال يدوية وصنعة اللي غادي تنفعها من بعد ولكن كانو مشاكل بزاف في الدار من اللي بدأوا في صغرهم وهما المشاكل ما كانش عندهم شي نهار تيرتاحوا فيه لأنه جدي وجداتي ما كانوش كيتفاهمو وتعقدوه لولاد ديالهم بزاف أخوالي أخوالاتي كل واحد فيهم غادي يكبر بواحد المشكلة أو العقدة نفسية كانت الحالة ديرهم مدية ميسرة ولكن جدي كان حارمهم بزاف ديال الحويج ما كانش يعطيهم وما كانش يلبسهم وإذا شافهم قد ديالحالة كانت يضربهم أو لكيتتعدى لهم غادي كبرو في واحد الجول اللي فيها الرعب والحضراء لا ليهم ولا لأمهم أمهم لي هي جدة اللي كانت تقابل على ذاك الوضع وكانت تكبر فيهم مع العيم أنه وعائلتها كانت لابات عليها وبإمكانها أنها تنقض راسها وولادتها من ذاك العيشة ديال الدبانة في البطانة كيف تيقولون المهم كبرو ذاك الولادات وكبرت ماما ووصلت سين الزواج وكانوا كيجوا فيها الخطاب بزاف لأنه كانت حادقة وكانت مسوابة ولكن بزاف ديال المرات كانت يتعكس لها الزواج حتى غادي تزوج بالأب ديالي اللي تيجيها من العائلة تزوجت به على أمل أنها تخرج من ذاك الجو ديال المشاكيل والضغط من عائلتها وتلقى حضن دافي اللي غادي حضنها ويتطلع فيها فعلا غادي تزوج به وفي أيام هم لولا كان حطها ما بين عينيه وأي حاجة حلت عليها فمها كتلقاها وكانت عيشها مع أحمدها اللي كانت كتجامل لعائلة وكانت كتتعامل معها مزيان وشي ملهفشي والحد الآن مش تلقى الصم زيان ما بينتهم إلا أنه بابا كانت يعرف وحد السيدة قبل ما يزوج بماما ولكن من سمعته تزوج بها غادي تحلفا فيه كيفاش هو ينضد حكالها حتايا وفي الأخير مشاخضة بنت عائلته حلفتها فيه كانت كتسحر لهم وكانت لحليهم وماما ديك الساعة كانت حاملة بيا فبدأوا المشاكيل ما بين ماما وبابا وغادي تبدأ كتحصلوا ماما أنه كيمشي لعندها ولقات باللي أنه كينها خيانة زوجية وبزاف ديال الأمور غادي تفاجأ ماما من بعد باللي أنه ديك السيدة حملت من بابا ماما في الأول تقبلت هادشي أو بالأحرى استحملاته ولكن معا كتر هادشي بزاف من سحر وشعودة فبدأتك تتأثر صحيا ونفسيا وهي حاملة بيا وبقات صبرة حتى ولدتني غادي تدوز لفترة ديال النفاس ديالها اللي كانت خيبة بزاف لأنا ومتها الله وش فيها وما كانش الماكلة مزيانة والخليلة ديال بابا حتى هي غادي تحمل وبزاف ديال الأمور اللي غادي دوزوا خيبين بقات ماما غادي في صبرها على قبلي حتى درت 8 شهور وخرجت من دار ديال بابا ورجعت لدارهم خليتني عند جدة صغيرة ومشاة الواحد المعمل كتتعلم صنعه باش أنا ترجع للشركات تتعاون رأسها وتقدر تصرف عليها لأنا وبابا حلف عليها لعطاها الصالر ديالي فرجعت ماما كتتخدم وكتصرف عليها بشوية بشوية كتتخبر علي بأسبوع بزوج ومنين كتجي كتجي موحشاني وكتجي بلي طرف ديال الخبز ما ناكل وانا كنت عيشة مع جدودي اللي هما والديها ديك الساعة ماما طلقت من بابا الوضع ما تبدلش بقول مشاكل في ديك الدار ولكن ما كان عندنا ما نديره هذا كان كتب الله بقينا بحالها كاكونا تنكبر شوية بشوية وماما حالها هو هدك في الخدمة بابا غادي هاجر لواحد الدولة اوروبية وغادي تحسن المستوى المعيشي دياله طبيعة الحال غادي هرب حتى لديك السيدة اللي أصلا فرقة ماما وبابا في اللول واللي كانت حاملة منه المهم خلاني أنا صغيرة بزاف وسيدة الأخرى كان خلي عندها وليد بابا ما تعرفش خويا وخويا ما تعرفوش ولكن أنا كنت نعرفه كنت نعرف بابا لأنه ما بينه بين ماما سلات قرابة وكان مصفصفة كيجي كيشوفني ولكن قبل أثناء طلقت ديال ماما ما بينه وبينه ماما دوزت معا بزاف ديال السراعات اللي كانت كبيرة على السالير ديالي في المحكامة باش أنه يخلص ليهم صرفي فعلا كان كل شهر تلسفت ليهم صرفي في الأول وكل صيف كان يجي ويجيبني عنده وكيت تهله فيه ويحن فيه من يبدو أن يتكبر شوية بشوية بدأ كيت تهرب من مسؤوليات دياله وما بقاش كيسفت لي أصلا صالير ولكن ماما ما بقاش كتحكر على ذوك المواضيع حيث الوضع المادية ديالها غادي تحسن بزاف ماما كنت كتتقريني في أحسن المدارس وكانت كتضحي بصحتها وبوقتها وبالمجهودات ديالها باش أنا تقريني وتشوفني في أحسن صورة وحتى أنا بدوري ما كنتش مقصرة وكنت إنسانة اللي تقيلة بزاف وداخلها سقراسي من المدرسة للدار ومن الدار المدرسة الحمد لله شكروا لله كل شيتي شهد فيي من جيران وكل شي بلي أنا مربيا مزيان وادشيتي يرجع لي الله والأممتي اللي كانت حارسة على تربيتي وأنني كنت نشوفها كاتمشي كتجيب لي اللقمة بالحلال وخدت لقات وخدت ظروف نتعذرهم اللي كانت خاسية حيث لو كانت شي وحدة أخرى بلاستها ما كانش غادي تصبر نفس السبر بقيت انقرحت وصلت للباك ديالي وقالت في مدرسة اللي كانت شي بح طبية وتخرجت ولله الحمد أخي الصائية توليده ماما كانت مفكسة خرابية بزاف لأنه شفت نتيجة التعب ديالها لما مشت شاباء منظورة قالت مزيان وتخرج وخديت ديبروم ديالي وللأسف كيف خديته غادي نتزوج غادي نتعرف على رجلي عن طريق الصديقة ديالي اللي ما بقيتش دابك تربطني بها حتى شي علاقة لأنه اخترت راسها أنا ما تبقاش تدوي معايا تعرفت على الزوج ديالي ودوجت به ودوزنا أيام اللي كانت تزوينا مع بعضياتنا بابا ما بقيش كنشوفه المدة طويلة ولكن كنت كنت تواصل أنا وياه وفي خباره بلي أنا نتزوجت ودرت حياتي ولكن ما تشوفناش حاولت أنا نخلي علاقتي به طيبة لأنه ما بقيش كنشكر على التفاصيل وما كننخدش في قلبي ولا كنحقد كندوز الأمور باش تبقى علاقتي مزيانة مع بابا ومع أخوتي من المراته الثالثة لأنه غادي تزوج من جديد وغادي يدير داره ولداته أحد أخرين هذي مدة ما شفتوش ولا أخوتي ولا مراته ولكن الحمد لله كانت تواصل معاه عن البوحد أما ماما من بعدما تزوجت بعدت عليها وسكنت في مدينة بعيدة وخليتها البوحدة كنحس أنني بحيلة قدرتها بحيلة تعنتها كنحس بلي أنني خليتها البوحدة كنحس أنني تخليت عليها وتي أنك بني ضميري وخيرت دارها وجابت عندها جدة ولكن تنحس بها instinctر لحني الله رحم من غيري مرة تجي لعندي مرة كمشي لعندها ولكن أنا أريد أن تقديمة معايا حيث احنا مرتبطا مع بعضياتنا الحمد لله رجلي مهلي فيها وعيش معه مزيان وضروري كي تروا مشاكل مبيناتنا خصوصا فاش كتجي لأم ديالو اللي كتغير وكتجبيد المشاكل مبيناتنا ولكن الحمد لله تقدرون ندار كل موقف ونتعيشون ونصبرون وغادي نمستمرين مع الحياة غادي تداد عندي بنتي وكانت يقول لي بلي أنا وديماما كتسكن معانا حيث أنا ما عنديش مشكل ولكن كنت نحس بلي أنا ومه رفضة هاد الفكرة وكانت تحسس من هاد القاضية وما تقدرش على المشاكل ذاك شي باش بدك يتهرب من هاد الاقتراح انت عماما تسكن معايا ومنيتي انه نقرب منها انه ربي يجمع شملي معها ونعيش هنويها على الاقل في نفس المدينة حيث ما بيناتنا دا بساعة طوال ديالترعقو ديالبوعد بحكم اني من بعد ما دوجت أولد فما خدمتش وهاد شي تقدرني حتى هو في خاطري وتنقول كن خدمت كن عوضت لها ولو غير شوية من ذاك الشي اللي تعذبت علي فيه كانت تسنى غير انه بنتي تشد دراسها شي شوية وندفع ويسهل علي الله في شي خديمة ونعوضها وخا غير شوية من ذاك الشي اللي دارت عليها الحد البارح كانت هذه هي نهاية القصة واللي كانت زوينة حتى سولت سلوى واش عندك شي حاجة تزيدها او لاشي جديد في القصة باش نحكيها وصدمتني بهذا الكلام كنت تقول يابلي انه اكتشفت رجلي كانت يسافر ولكن قبل ما تسافر كنت قلبت لي واحد النهار التليفون ديالو ولقيتو كيقلب على البنات في ديك المدينة اللي غادي لها في مواقع التواصل ما واجهتوش وخليتو مشا ومن ليجا قلبت لي التليفون ديالو مجديد ولقيت عندو نمره ديال واحد البنت في الواتتاب كانت يقلب على شقة الكراء اليومي اللي مفروشة والصراحة ماشي اول مرة دارها كان دارها واحد المرة قبل ومن ليجا ثاني قلبت لي التليفون ومن لي كان واجهه دائما كانت ينكر تصدمت فيه بزاف بقى فيه الحال وما قدرتش نصبر لانه الانسان اللي عطيتو كل شي وضحيت معاه بزاف ديال حويج خاني بدم بارد والاكثر من هذا ضربني وتعدى عليها انا دابا ما بقيتش قادرة نشوف فيه وما قادراش ننكره لانه بابة بنتي وفنفس الوقت ما قادراش نبغيه كان حسب لي انه قاع المشاعر ديالو اللي تيجاهو جامدين والاكثر من ذلك قلب لي انه انا ما بقيتش باغيك وما بقيتش كان نرتاح معاك وهنا غادي يصدمني الانسان اللي انتي قدرته كل شي في حياتك وضيعته عليه تدو بزاف ديال فرص في الاخير كيتخلى عليك بكل سهولة وبرودة تبدل بزاف معايا في التصرفات ديالو وفي المعاملات ديالو انا حاليا اليوم كان عيش صدمة وما هادش يأثر عليها بزاف ومرضت نفسيا لانه ما باغياش قصة باش تعود معايا وكا تقول لي صبر على وجه بنتك باش ما تعيش اليوسم اللي انتي يعشته انا بغيت كل واحدة سمعت قصة تدعي معايا انا وربي يسرلي الامر ديالي ويحليه ببال الخير بغيت كل بنت نهار الدوج تفكر مزيان في هذه الفكرة وتفكر معا من وشكون هذا اللي هي غتوها بوحياتها وواش مقتنع به وواش فعلا كينا مودة ورحمة مبينتهم لانه الحب من بعد في الزواج ماشي هو اللي كيبقى كيبان وماشي هو اللي كيدوم وحاسبي الله ونعملوا كيف اللي يدلموني وتعدوا عليها واولهم اخلوا اعز الناس للأسف كان عندي هذه هي حكايتي قصة قصرة فعلا ولكن كنت بغيان عودة على امل انها ايجابية ولكن سبحان الله القصة كانت تعود من جديد ومعا بنتها ما عرشتش نصيحة اللي نقدر نعطيك صراحة اللي غادي نقوليك هو انك تنطل قلبك والاهم من هذا استغلي الفرصة اخرجي خدمي محدك في البدايات ديولك واللي جاي راه ليهمولانا كيف قبله وكيف بعد ماماك قدوة جميلة صراحة قدام عينك ضحت بكل ما عندها من اجلك وشدات فيك بيديها وبرجليها والفراق عمره ما كان عيب اذا كان ندرس بحل مامك مثلا كنت بقات مع بابك يمكن ما كنتيش غادي تخرجي سلوة دياليوم يمكن كنتي غادي تخرجي من وسط ديك العلاقة بتشوهات نفسية او لا اكثر ولكن الام ديالك خدت قرار في الصواب وفي المحل دياله وتحملاته وكانت تقدو ولها جزاء ذلك عند الذي لا تضيع عنده الودائح ولكن بعد المناسبة انا عندي واحد الكلام بغيت نقوله وكان بنبلي انه جوقته وجل ايدن دياله في هذه الحكاية دابا انا تنقول بلي انه المرعب في الفكرة انت عزواج مشي انك تحمل رجل بالايجابيات والسلبيات دياله طول حياتك ولا انه يتحملك حتى انتياه بالسلبيات والايجابيات ديالك المرعب هو حجم تردد في هذه العلاقة المصير متعدك الاطفال اللي غادي ينتجوه على واحد القرار اللي ربما بده بمزحة انا دبا كنسول هاد الناس اللي اخدو قرار قبل ما يدرسوه واش غادي تقدرو فعلا انكم تصنعوا من هاد الاطفال واحد الرقم اللي هو صعب مجتمعيا ام انهم غادي ينشؤوه كغيرهم فوحجوه اللي هو روتيني عادي جدا مثل الفازة وشارع وصراعات وقلة حب وقلة اهتمام واللي جسف مكتلو حياله بلما انك تراعي المشاعر دياله هذا ايضا ما صنعناش منهم مزيد من المرضى النفسيين الزواج يا سادة يا كرام يا مراهقين يا شباب الزواج هو مثاق له وغليل وماشي الزكار اللي تي قد عليه ولكن الرجال لكي يصنوا العهد والشريعة كذلك هو مثال على المرأة نفس القضية اه هذه كانت حكيتنا الليلة كانت منى انكم تخليوا دعوات جميلة او الكلام لي طبطب على قلب سلوى دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام